اخبار اليوم اخبار اليوم ونقل الفريق اول صدق صبحي تحية وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة للقادة الذين امضوا رسالتهم داخل القوات المسلحة بكل الصدق والاخلاص والامانة اخبار اليوم بعطاء وتضحيات رجالها وفية للامانة المقدسة التي كلفها الشعب بها مؤكدا ان حماية مصر والدفاع عن امنها القومي واجب مقدس ومهمة سامية لا تهاون فيها واشهد بالقادة المكرمين ودورهم في الحفاظ على القوات المسلحة وتماسكها في مواجهة الصعاب والتحديات كما وجه الشكر لاسر القادة المكرمين لما تحملوه من مسئولية اجتماعية كبرى في اعداد اجيال من ابناء مصر قادرين على العمل والعطاء كما ان تكريم القوات المسلحة اليوم تكريم واحتفاء باسركم وزوجاتكم الفضليات التي تحملنا الاعباء الاسرية والاجتماعية وتنشئة ابنائكم النشأة الصحيحة بكل الصدق مع الذات والحفاظ على القيمة السامية والنبيلة للأسرة المصرية وعرقتها فاليهن اوجه الشكر على ما قمنا به من عظيم الاعمال التي ساعدتكم على الوفاء بمهامكم وواجباتكم حضر الاحتفال الفريق محمود حجازي رئيس اركان حرب القوات المسلحة وقادة الافرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة واسرهم